السلام عليكم. سوف نبدأ الشرح هذا الجديد الذي هو بلق موديل أرسال لكن لا يوجد أشياء عظيمة بس يعني عبارة عن تفرم أكثر من ما تحفظه و يعني بالأوض على قوانين و بالأصل ما علي قوانين بس أنا طرفت على قوانين من عندي و يعني أسئلة من عندي هس إحنا لعلم الفلود لما عرفنا أول فصل حكينا رح ندرس سوائل غير قابلة للإنضغاط ذكرني حكيتها في فيديو سابق كيف يعني سائل غير قابلة للإنضغاط نظف الشكل التالي هذا الشكل لديه وعائن واحد ألا يضغط اسمه بي 1 و واحد ألا يضغط بي 2 لحسا يقولك إذا ضغط بي 2 أكبر من بي 1 يقولك إن السائل نزل لهم يعني نضغط يعني أنت تخيل حالك ماسك معجونة وضغط إنه مثلا تغير شكلها زي هيك تمام بالتالي الماي كان حجمها القدة مثلا وإن تكون هاي في 1 مقدارها 10 متر مكعب تمام أحسا إنه هاصل حجم أقل هاصل حجم كام مثلا 5 متر مكعب الفوليوم مختلف فبالتالي الكثافة تغير ليش؟ لأن الكثافة تساوي الماس والفوليوم الماس ثابت كتلة الماي ثابتين لو وزنتها ولو وزنتها هي نفس الكتلة فقط نضغطها أما كحجم تغير حجمها حجمها هون مثلا قل من نصف الكثافة بتزيد فالسوائل القابلة هذا السائل اسم قابل للانضغاط ليش؟ لأن الكثافته تغيرت وبالأحرى حجمه تغير بشكل بحوظ تغير حجمه من 10 إلى 5 تغيرت كثافته من 1000 إلى 2000 مثلا يعني التالي هون بحكي لك إنه فيش اشي اسم قابل للانضغاط إحنا حكينا بدنا ندرس السائل غير قابل للانضغاط عفوظ ما يوجد هناك سائل غير قابل للانضغاط سأقول لك لا بس إحنا نحن نتحدث عنه غير قابل للانضغاط بناء على الكتلة والكثافة على البناء على الكثافة واللغط لي لي ليتغيرش لأنا روحت قلت لك ضغطت هذا وقدرت كثافته بدل 1000 صارت 1001 عادي ما تأثراش هذا غير قابل للانضغاط غير قابل للانضغاط يعني إنكمبرسيب تمام خلينا نحكي عن السائل لما يكون قابل للانضغط هذا كلي فوق كان قابل للانضغط السائل غير قابل للانضغط كان لديك وعائن كان حجمه V1 أثرت عليه بضغط 1 الثاني أثرت عليه بضغط 2 قيم يضمع 2 أكبر من ضغط 1 ما هو الحجم متساوي فلما الحجم متساوي مع أنه ضغط أكبر ضغط أكبر يعني أكيد نزول بالحجم نقصان بالحجم بس بيقول لك لا لما ضل نفس الحجم يجب أن يكون قابل للانضغط هو اسمه الآن نتحدث عن الحل يقول لك نصية الانضغطية نحن حكينا درسنا عن بلك موديلس والبلك موديلس يعتمد على الانضغطية ثابت في قيس المقدار الانضغطية الانضغطية يسمونها في المكتب المكتب نقصان نقصان نسبة استطالة نقصان نقصان يعني زيادة أو نقصان شو النسبة بتكون بالعادة؟ بكل بساطة تغير في الحجم الحجم الأصلي تغير في الحجم الأصلي تغير في الحجم تغير في الحجم الأصلي نقصان يقصان يقصان ثابت نقصان بحجم الأصلي لا يفرق معك بالإشارة الإشارة تبثل أنه تغير صار عندي صوان أو زيادة الإشارة مش كثير مهمة إشارة أنا أبهلها أفضل أقول لك بلق موديلس كده هو Volume of Modulus of Elasticity EV عبارة تغير في الضغط على String EV أو كام نسميه تغير في الضغط P2-P1 أجعل Volume of Texture اللي هو Delta V على V Delta V على V هاي شايف أي V لV الأصلي هذا القانون في سالب سالب بمعنى أنه أنا K هذا هو عبارة عن إشي بحديته الضغط نوتن على متر مثلا بس الفكرة أنه هو إشي شارت لائما موجبة إذا الضغط الضغط الثاني أقل من الضغط الأول يجب الحجم الثاني يكون أقل من الحجم الأول لماذا؟ عشان يصير الجواب موجب عشان هيك بحط الضغط 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 ماذا أعمل؟ بدل V أخلي رو ف بكل بساطة شو اسمه؟ رو في M صحيح رو بتاوي M في V صح؟ طب أنا عندي V شو أعمل؟ تقسم على M رو في V بتاوي M رو بتاوي M على V بكل بساطة إنه أنا V لو دخلي في موضوع قانون بتكون M على رو أنا ما عادة بقدر أغير إنه V خليها بدل رو إنه أنا بضرب بإشي و بقسم عليه بضرب بإشي و بقسم عليه فما بأثر شاندي بالحال شايف تلتة بي ضلت تلتة بي بصر تلتة رو على رو أصلاً الكتلة ثابتة هذا الكتلة ثابتة تلتة بي ضرب في حجم اللي ستغير في تغير الكثافة ما بفرق عندي فالكية بقدر استعمل بطالة الرو بقدر استعمل بطالات الحجم لماذا؟ لأنه بطالة ثابت أصلاً بتسأل زي ما قلت لك يعني عندي هذا السؤال Liquid Compressed هنا أسلندر يوجد فوليوم ألف سنتيمتر مقعب راكز على الوحدة أت واحد ميجا نيوتن لكل متر مراقب كمام الفوليوم تسعمائي وخمس وخمس وعشرين سنتيمتر وضغطه اثنين ميجا نيوتن وقل لكي خنك توبل المطاق يوان كان الحجم الأول تاوي ألف سنتيمتر مقعب لك عن الضغط أول تاوي واحد ميجا نيوتن على متر لك الحجم الثاني كان 995 سنتيمتر مقعب لكي كان الضغط الثاني بساوي ثنين ميجا نيوتن على متر كيف تتأكد أن الحل صح أو أن الموطيات صحيحة هي ما في تأكيد للموطيات كيف تتأكد سؤال بامتحان خلص مرة كمانا بس كني أنفهم حجمه حجمه كان واحد كما كان علي ضغط واحد بس حجمه صار أقل ما أنا ضغطه ضغط ضعف ما أنا ضغطه قليل حجمه كذا ما ضغطه مقتار عالي صار حجمه كذا إجباري فيتو بازم تكون أقل من في وان لأني أنا أمثل عليها ضغط أكبر يعني لو قل لي فيتو مقتارها نصف تحيل هذا الرقم يطلع أمثل معي ألف إشي أكبر أنا ضغطت ضغط أقل إذا ضغط ضغط أقل بازم الحجم أكبر ضغط ضغط أكبر حجم أكبر هذا سؤال استنتاجي قد يزد الضغط ونخصان على الحجم أكبر هذا السؤال ممكن لدي إذا كان يوجد لكات طب لك اجنبت إجنب وقانون الكات ما القانون الكات و قانون الكامحنا يشمع بقانون الكات بقانون الكامحن نصف دلتا buy دلتا boy ليه دلتا v على v meaning أصلي الوحدات تركيز على الوحدات الوحدات كثير كثير مهمة حسب اي شو مطلوب يعني الكيب باي وحدة خلينا نشوف اول اشي انو الوحدات شو بتتأثر الوليوم يهمك الوحدات تسألني ليش؟ بك تلتة V على V يعني سنتيمتر مقعب سنتيمتر مقعب تضغوا بعض انت بقانون الكيب في جداع تحول 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 تكاشف لاش تلتة V ناقص V1 كم ميجا نوتن يعني 2 في 10 قوة 6 ناقص V1 كم ميجا نوتن يعني 1 في 10 قوة 6 تلتة V V2 ناقص V1 تسعة خمسة ناقص 1000 ايش؟ تلتة له حجم الاصلي اللي هو 1000 هذا الجواب رح يطلع سالب ليش؟ انه هاي اكبر من هاي اقل من هاي فبحث سالب ايه منخص السالب في داعي للتحويل انت مفروض تحكي اه والله هاي 10 قوة سالب ستة 10 قوة سالب ستة ايه 10 قوة سالب ستة اصلا وليس لا بدلغو بعضين نقوم بلغو بعضين نخذ العهاب الاحبين من 60 متر نعمعي بالمقاب كذلك ارى اطمعي الجواب اعطي اعطي جواب كذلك الابتين ميجا باسكال هي ميتان ميجا نوتن على متر مربع نوتن على متر مربع هو ميجا باسكال فالميجا هي ميجا باسكال ضغط 150psi وقوم بإمكانك انزل تعود الوقت عندما احدثت إذا كانت هذه الوقت يجب استطعت المثال تأثير المثال انتظر المثال الثاني نتحدي المثال يجرب المثال وضغط 150psi حجم 10 feet كيف عمل اللي volume reduction point O2 تمام قال لي V1 نكتب المعطيات V1 تساوي 50 BSI يعني نشترك قال لي V1 تساوي عشرة في التكنية قال لي volume reduction ما يعني volume reduction اللي هي الفرق تضغط الفرق بالحجم قصد اللي هي delta V يعني هو عطاك delta V دلتا V تنقص هنا delta V وتساوي قال لك هي ايش قال لك المعطيات point O2 point O2 هي تعيب وقاحث انو اعطاني لها واحدة لما اعطاني لها واحدة فهي اجبالي delta V لو ما اعطاك لها واحدة بدونية الاسترين قبلك سيرت P2 لا وكعتبرها صفر فبالتالي K تساوي P2 0 max P1 اللي هي 150 على لتا V على V لتا V point O2 في التكعيب وال V انها كم فبالتالي في اجدائع وفي سالب بره صار عندي جواب 150 في عشرة على point O2 بطلع مع الجواب هاي بطلع مع الجواب هالقد بطلع مع الجواب هالقد او خمسة وسبعين الف ساي شو اللي صار عندي صار عندي لانو ما تحل هاي هني افتح لك بالحاسب سريع شوف عندي بالحاسب هنا حكيت 150 مية وخمسين بطلع عشرة 50 تقسين point O2 اني خمسة وسبعين الف خمسة وسبعين الف خمسة وسبعين الف ايش سبعين الف ايش سبعين الف ايش 150 هاي شو وحدتها PSI طب وهاي قداش وحدتها ما الها وحدة unitless شواب خمسة وسبعين بي الف BSI طب اذا قلي بدي اتضغط بال Bound كل فيت تربيع اللي هي او Bound او B S F B S F او Bound لكل فيت تربيع بدي احول بدي احول Bound لكل انش تربيع انا بدي اخليها Bound لفيت تربيع شو بعمل بتحول من انش لفيت انا لما بدي احول من انش لفيت بقسم على طماش بشي بالمقام فبضرب طماش وهي تربيع تضرب 144 ببساطة الواحد انش بطيني واحد اثناشر في مام؟ هاي بالمقام لما تكون بالمقام يعني بقسم اذا كان اضربت في اثناش اذا كان اضربت في اثناش اذا كان اضربت في اثناش الف في مئة واربا واربين ليش مئة واربا واربين لانه تربيع ماش تربيع ترجع لالالحاس به بحكي خمسة وسبعين الف مئة واربا واربين تربيع بطلع مع الرقم هاد هو نفسه الواحدة بطلع يعني السؤالة بعده السؤالة بعده الكي 2.9 جيجا باسكال جيجا باسكال يعني عشرة قوة تسعة اثنان بطلع عشرة قوة تسعة هاد ايش الكي كي بطلع 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 شوف بطلع 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 شو بالمية يعني ماء الوحدة يعني شو هو هو الضغط بحكي 2.2 اشرقه تسعة تساوي دل بي او دلتا بي ما بتفرق معين لا 0.6% 0.6% يعني تقسيم مية تقسيم مية اول شي بارسنت معنا اشارة كلمة بارسنت يعني قلت مع مية ثاني شغلة ما قال لي بارسنت ما قال لي بارسنت يعني انه هي استرين لاحظ هي استرين هي مش هي استرين كامل فالفرق لما تسمع كلمة شوف قال لك هون هون قال لك هون قال لك سالب هون قال لك سالب هون قال لك سالب لو زي ما قلت لك انت لا تفهم هيك المبادة افهم كإشارات كإشارات فترة مع بعد بقول لي اذا الفوليوم الاصلي كان واحد في التكعيب صار الضغط عندي ثلاثمية بقول لك كم الضغط اه كم الضغط الثاني عندي موديلس ثلاثمية وخمسة وعشرين أف كل بساطة ثلاثمية وخمسة وعشرين أف بتساوي الضغط ودلتا في على في هو بده الدلتا في وبدلتا في تمعي سالب موينت او 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 تسعة ثلاثمية نو ليش تغير في الضغط سالب ليش مش موجب مش انت قبل شو حكيت لك فوق الإشارات بتخط اخر اشي بقول لي اه طيب الان ليش هاد سالب ليش مش موجب كل بساطة قل لك يعني قل لك الضغط زات الضغط زات يعني الحجم قل الحجم قل مهود الدلتا في بالساوي في تو ناقص في ون هذا الحجم بصير أقل فها شي قليل ناقص كبير من سالب فلما قل لك الضغط في الدلتا في الدلتا في سالب فبالانتهاء راح يكون عندك موجب سالب شو بتختار بتشوف عندك هذا الضغط زات أبقى تزاد وتخطي سالب ثلاثم ثلاثم بساطة قلب لك نفس السؤال ستغير الأفكار قل لك الضغط عندي 500 PSI الحجم كان هالقلب 3500 الحجم كان هالقلب كم الكين دلتا بي على دلتا في على في دلتا بي كم ناقص 3500 الحجم 1 ناقص 0.69 لدي خلني أنا بقدر أحيله لحالي شو قل لي بي 1 500 بي 1 1 بي 2 3500 لاحظ كل ما زالت الضغط في الحجم بي 2 0.69 ناقص بي يعني بي 2 ناقص بي 1 3500 ناقص 500 على دلتا في على في بي 2 0.69 ناقص ناقص 0.1 شوف 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 اللي صار عندي هون صار عندي البسط عندي 500 ناقص 3500 عندي كم أنا 3500 ناقص 500 يعني عكسهم طب المقام 0.69 هو 1 0.69 شو يعني نفس الإشي يعني راح يطلع جواب سالب وفي ثالب وفي ثالب رايبتيني راح يطلع معي نفس الجواب يلا خلنا أورجيك ناقص ناقص 1 0.01 تمام نكمل بسط بسط 3000 50.01 ناقص ثلاثمية ألف 300 درس البالكون دلس إن شاء الله راح نشرح المرة القادية عن surface تنشين غالبا راح يكون له فيديوهين لأنه يعني مثل ما تشايفين هو عبارة عن 10 صفحات وتحلل 10 صفحات يكونوا في فيديو قصير أعطيكم العافية شكرا 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 شكرا